موسيقى السادسة مساء بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية أهلا بكم البداية بالعنوين الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصديق نتنياهو على خطط عملية عسكرية في رفح وتطالب واشنطن والمجتمع الدولي بمنع الوضوان الإسرائيلي الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الاطلاع على خطط عسكرية إسرائيلية واضحة وقابلة للتضييق في رفح الفلسطينية فبوتين يتهم أوكرانيا باستهداف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية موسيقى موسيقى البداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهداء دصف دمار جوع كش أكل المترجم للقناة حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية القيامة بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة وطالبت الرئاسة بسرعة تدخل المجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته لمنع الاحتلال من ارتكاب مجزرة جديدة والاستمرار في عضوانه الذي يضاعف من معاناة سكان قطاع غزة مؤكدة موقفها الرافض لمنع وقوع أي تهجير معتبرة أن ذلك خط أحمر كما شددت على ضرورة وقف العضوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائي بنيام نتنياهو قد أعلن أن نتنياهو صدق على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وأن قوات الجيش تستعد لتنفيذها هذا وأكد مكتب نتنياهو أن مطالب حركة حماس بشأن إقرار هدنة إنسانية لا تزال غير منطقية يأتي ذلك وسط تحذير العديد من الدول والمنظمات الإنسانية من تدعيات أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية مؤكدين أنها تمثل الملاذ الأخير للنازحين الفرين من الحرب على شمال ووسط قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من مليون وأربعمائة ألف نازح من غزة في رفح نحو ما أسماه جزر إنسانية وذلك في وسط القطاع قبل عملية عسكرية وشيكة مخطط لها في المدينة التي تقع على حدود غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جانبي قال وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين أن الولايات المتحدة تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية وهو ما لم تفعله إسرائيل بعد وأضاف بلينكين أن الإدارة الأمريكية تبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعمل بنحو مكثف مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسر والمحتجزين مع الفصائل الفلسطينية حول رفح وكما قلت ولن أكرر ذلك لقد سألت إن رأينا هذه الخطة وأقول لا كلا لم نرى بعد هذه الخطة بالنسبة للرهائن نعم هناك عرض مقابل قدمت به حماس لا يمكن أغوص بالتفاصيل ولكن ما يسعني أن أقول هو بعدنا نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل قطر ومصر من أجل سد الثغارات والهوات المتبقية ومحاولة توصل إلى اتفاق حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تدعيات اكتياح مدينة رفح الفلسطينية والتساعي نطاق الحرب ومخاطرها على سلامة وأمن المنطقة وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة معترف بها دوليا على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع التحذير الشديد جدا من خطورة اكتياح رفح أنا أقول دايما أن إذا كنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على أن يبقى فيه فرصة حقيقية أن يبقى فيه دولة فلسطينية جما إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية ويبقى فيه فرصة لهم أنهم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل اللي هم يرتضوا دون أن يكون لهم ضرر أو يكون للمواطن الإسرائيلي على الجانب الآخر ضرر هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأضف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كل المساعدات التي تم تقديمها إلى قطاع غزة أقل من المطلوب دعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإحنا بنحاول بكل جهد مخلص وأمين أن نصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع حتى نحمي وننقذ أهلنا في غزة وخاصة المدنيين الأبرياء وإحنا بنكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30 ألف تلتنهم من النساء والأطفال وأكتر من 70 ألف مصاب علاوة على أن تقريبا 60-70% من القطاع مبنيه ومنشآته وبنياته التحتية والمنشآت الحكومية وكل المنشآت الخدمية تقريبا اللي احنا بنكلم على اللي هي كانت العمود الفقري للقطاع تم تدميرها خلال هذه الحرب أعلنت وزارة صحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفا وأربعمائة وتسعين شهيدا وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثين جريحا وأفدت الوزارة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 149 شهيدا وثلاثمائة جريح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصلت السفينة التي تنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى ساحل قطاع غزة المحاصر ونقلت الزوارق نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية المحملة على سفينة أوبن آرمز قرب ساحل غزة إلى القطاع وصرح المسؤولون بأن السلطات القبرصية فحصت شحنات المساعدات بمشاركة من الجانب الإسرائيلي لتجنب عمليات التفتيش الأمنية في وجهات التفريخ هذا وتواصل الدول إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة في محاولة للتفادي المجاعة التي يعانيها سكان القطاع نتيجة الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال يأتي هذا بالتزامن مع وصول أول سفينة محملة بالغذاء إلى ساحل غزة بعد انطلاقها من قبرص لمحاولة تعويض نقص المساعدات الإنسانية التي أعاق جيش الاحتلال وصولها عبر المعابر البرية أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني عن شكره لأستراليا على دعمها للوكالة في هذا الوقت الحارج الذي تمر به غزة والمنطقة ودع لازاريني المانحين الآخرين إلى إعادة دعم الوكالة الأممية لمواجهة الجوع المنتشر على نطاق واسع في غزة مشيرا إلى أن المنظمات تمثل شريان حياة للنازحين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة كانت وزيرة الخارجية الأسترالية قد أكدت أن بلادها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وأضافت الوزيرة أن في قطاع غزة أطفال وأسر يتدورون جوعا بسبب نقص المساعدات الإنسانية ويجب التعاون مع الوكالة الأممية التي تمثل شريان حياة للفلسطينيين أفضل نصيحة متاحة حاليا من الوكالة ومحامي الحكومة الأسترالية هي أن أونروا ليست وكالة إرهابية لذلك فإن أستراليا لن توقف مساهمتها لأونروا لدينا أطفال وأسر يتدورون جوعا في قطاع غزة ولدينا القدرة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمساعدتهم عن طريق تلك الوكالة التي تعتبر مركزية وحيوية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين استرشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة وشنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة كما استهدفت قوات الاحتلال تجمعا جديدا في أثناء انتظارهم مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة ما أصفر عن إصابة عدد من المواطنين ذكرت وكالة ريترز أن حركة حماس قدمت مقترحا للوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحيث تتضمن مرحلته الأولى الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني يشمل المقترح الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في المرحلة الثانية أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة الأكثر دموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عند دوار الكويت في مدينة غزة أثناء انتظارهم وصول المساعدات الإيغاثية ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات وأشرت الوزارة إلى أن هذه المجزرة أصبحت ترتكب بشكل شبه يومي على سمع وبصر المجتمع الدولي وسط استمرار المطالبات الدولية البائسة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من الدول المتحضرة التي تمد إسرائيل بالسلاح وتدعو للتأكد من أن هذا السلاح وتلك الذخائر لا تستخدم لقتل المدنيين قالت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن ثمانين ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الألاف من المواطنين من الوصول إلى المسجد ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك لمنع دخول المزيد من المصلين من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت تواقم ومتطوع الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك لتقديم خدمتهم الإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على أن منع تواقم الطبية من أداء عملها بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال عدم التعرض لهم وتسهيل مهام عملهم وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير إلى مقر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس مؤكدا أنه جاء لتقديم الدعم للقوات للتعامل بقوة مع الاضطرابات التي قد يسببها الفلسطينيون ويطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي الحكومة بفرض مزيد من القيود لمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية إضافة لتحقيق إصابات مباشرة كما استهدف موقع المرج والمالكية الإسرائيلية بالأسلحة المدفعية وأحدث إصابات مباشرة بالموقع ردا على الحرب الإسرائيلية في غسة أعلن التلفزيون السومالي نجاح قوات الشرطة في القضاء على منفذ الهجوم المسلع على فندق سيل في العاصمة الصومالية مقدشيو كان المهاجمون قد أطلقوا الأعيرة النارية واقتحموا الفندق الذي يقع بالقرب من مكتب الرئيس الصومالي شيخ محمود ويتردد عليه عدد من المسؤولين والمشرعين الصوماليين يعمل عدد من الشباب في مهنة التصوير الفوتوغرافي في الحضائق العامة في العاصمة الصومالية مقدشيو بحثا عن مصدر رزق لمواجهة البطالة التي يعاني منها نحو أكثر من 70% من الشباب في البلاد ويحاول المصورون أن تتطور موهبتهم وتقودهم للخروج للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية المختلفة هنا في حديقة بنادر يستعد شافعي وزملائه لتصوير نزلاء هذه الحديقة مهنة يعوض من خلالها هؤلاء سنوات ضويلة من البضالة نتيجة قلة الفرص الشغف هو المحرك لاستمرارهم في النزول أشتغل في هذه المهنة منذ خمس سنوات تحسنت ظروف حياتي البدايات دائما صعبة واجهتني تحديات كثيرة منهم من يقوم بإحباطك وهنا من يشجعك على مواصلة الضرب حتى تتحول إلى محترف يشيد الزبائن بالخدمات التي يقدمها المصورون التي تتمطع بجودة عالية وصرعة في الإنجاز بمقابل زهيد يقوم المصورون المحترفون هنا بعمل رائع من السرعة والأداء ففي السابق كنا نضطر إلى الذهاب للمحلات الخاصة وانتظار أسابيع للحصول على الصور من قبل شركات إنتاج الصور الفوتوغرافية لكن الآن نحصل على صورنا في دقائق قليلة وبجودة عالية وأسعار مقبولة يأمل عيسى أن تقود عدسته الخروج إلى العالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية لاستعراض مهاراته هذه الحرفة تعتمد على الموهبة وتحتاج إلى تطوير نلجأ إلى الحدائق العامة لنكسب الأموال ولإطفاء مجيء الزائرين هنا بهجة إضافية وإبقاء ذكريات جميلة عبر التقاط صور جميلة عطلة نهاية الأسبوع ومواسم العيد هي الأوقات الأفضل بالنسبة لسوق العمل عودة الحدائق العامة إلى الحياة يساهم في منح فرص عمل لفآت من الشباب لكن مهنة التصوير تبقى في الصدارة إذ يواجه القائمون عليها تحديات من بينها غياب التدريب المهني والاعتماد على الموهبة تشكل مهنة التصوير الفوتوغرافي في الحدائق العامة في مقدش فرصة لتأمين لقمة العيش لكثير من الشباب العادلين على العمل عبر توفير خدمات متنوعة لنزلاء الحدائق من مقدش عدنان عبدالعلي هنا القاهرة عاصمة الخبر أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة بسيفك أو وان الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأكدت جماعة الحوثي توسيع نطاق عملياتهم العسكرية ضد الصفن الإسرائيلية مشيرة إلى تنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المصيرة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد ستة وسبعين ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية هذا وأعلنت وسائل ألام تابعة للحوثيين أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مدرية عبس بنحو ثلاث غارات في الساعات الأولى من اليوم كانت وسائل الألام الحوثية قد أعلنت أن القوات الجوية الأمريكية البريطانية شنت أربع عشرة غارة على الحديدة وحجة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتحول الآن إلى ملف الانتخابات الرئاسية الروسية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا حاولت تعطيل الانتخابات الرئاسية في بلاده بمهاجمة أهداف مدنية داخل روسيا وأوضح بوتين أن أوكرانيا استخدمت وكلاء مسلحين في محاولة فاشلة لاختراق حدود روسيا وأكد أن مثل هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب هذا وتواصل مراكز الاقتراع في موسكو وجميع مناطق روسيا استقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا وأفادت لجنة الانتخابات الروسية بأن عمليات التصويت تجري من دون تسجيل أي حوادث حتى الآن وأشارت اللجنة إلى اعتماد سبعمائة مراقب دولي من مئة وست دول مضيفة مضيفة أن المراقبين يخططون لزيارة ثلاثة وخمسين مركز اقتراع وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام بدءا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد القادم هذا وأفادت وسائل أعلام الروسية بتصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات الرئاسية مع توجه المواطنين الروس للصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وتبلغ نسبة تأييد بوتين وفقا لمركز ليفيادا لاستطلاع الرأي حاليا 86% بعد أن كانت 71% قبل وقت قصير من بدء الحرب مع أوكرانيا إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة وهذه التذكرة بالعنوين الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصديق نتنياهو على خطة عملية عسكرية في رفح وتطالب واشنطن والمجتمع الدولي بمنع ردوان الإسرائيلي الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الاطلاع على خطة عسكرية إسرائيلية واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية وبوتين يتهم أوكرانيا باستهداف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة